السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في النهار دا نتكلم على العمارة النبوية بص انا هحط لك بعض الكلام كده بشكل حلو هو كلام منه ش لازمة وبعد كده نبدأ نتكلم الكلام اللازمة فيه ممكن نقولك ايه ان انت احسن ما بني ممكن تعيش فيها هي اللي عايش فيها الرسول الله للسلام ونعيش زي ما عايش ودي افضل حاجة وهي بحسب تأكد والحاجات دي كلها ده اسمه علم العلوم المزيفة الرسول السلام مجاش عمل تصميم بيت معين هو عاش في البيوت اللي عاش فيها الناس اللي كان عايشين في مكة والناس عايشين في المدينة هو عاش في نفس البيوت ما اخترعش بيوت خاصة به الرسول السلام مجاش بحاجة ان لازم نغير نظام البيت بدلا ما حنبني بالطرياء الفلانية لأ هنبني بالطرياء الفلانية تمام ده ده بس ايه ما تخلي الموضوع ان في بعض الناس بتزين الكلام بسبب ان احنا بنحب الرسول السلام جدا فهو يزين للك كلام بحيث ان انت تتقبل اي حاجة تحصل بعد كده يعني هو مصمم جلبية معينة فيقول لك ايه ده دي الجلبية اللي رسوله السلام كان مصممها كان كل الصحابات تلبسوها الرسوله السلام ما كانش مميز بزي معين ولبس كل الحاجات تمام كان احب الملبس ليه البيضاء بس هو كان لبس روي ان هو لبس الاخضر والاحمر والاصفر وروي ان هو يعني كان تقول لما واحد بيدي له حاجة دي بيلبسها ومرة قدرت ليه حاجة فيها تصوير فشغلته عن الصلاة فرح مديها لحد تاني وهكذا يعني هي الفكرة كلها ان انت ما تلبس حاجة قصيارة ما تلبس حاجة ديقة ما تلبس حاجة فيها صور تشغلك اسناء الصلاة وهكذا فهي الفكرة كلها لا يسوق لين يعني خلينا تخيل مثلا ان احنا كلنا بنحب الفرعنة فواحد يقول لك والاسف يعني ده مهندس كمير يعني عمل كذا فيديو في الموضوع دوت وقالها في تد وهو حاجات دي ان احنا لو بنينا البيوت بتاعتنا على شكل هرم احنا كده كل حياتنا تبقى سعيدة وما فيش مشاكل وما فيش حد يتخنم عمراته يا عم هي المشكلة فيها هيا مش في الهرم ما تخنش سوا مشكلة البيت ما هو مشكلة او يقول لك ايه لا دي فيه حاجة اسمها الطاقة الطاقة احنا فيه حاجة اسمها الطاقة وفيه قوانين للطاقة وفيه قوانين انشتين ونيوتين والحاجات دي كلها يقول لك ايه لو حطيت البتاجاز جنب مش عارف الحنافة بتاعت المطبخ تحصل مشاكل يا عم هو اي هابة لفعاتها بس بيستند لبعض الكلام اللي فيه صحة ده اسمه علم مزيف ان هو بيجيب كلام كدب بس بيستند لحاجات اصلية او حاجات قوية ويبدأ يبنى عليها فهي الفكرة برضو كده ما تخليش حد يسوي لك الوهم في الناس تقول لك التب النبوي هل رصوه السلام فيه حاجات في التب النبوي اه لان هو رصوه السلام ما بص من ربنا ففيه كلام كتير جدا ان انت تكون قليل وان ان انت هو كان متعود ان هو يأكل لقائمات ما يزودش في الاكل فيه حاجات معينة كان بانها عنها فيه حاجات كان بيقول عليها وهكذا بس متعودش بها ببص لا ده سلوة كان مثلا شجرة تتيم مثلا فتروح ايه لا ده هي الصحة كده او كلا فيه حاجات كتير جدا طبيعة البيئة هي اللي خلته يأكل حاجات ايه ان هم عندهم بيأكلوا كذا تمام فهي الفكرة كلها اخواننا نركز نحاول نفكر عندنا التفكير لم يحدش يسوأ لنا الوهم نتيجة ان احنا بنحب شخص معين او بنحب مكان معين فيسوأ لك الوهم يسوأ لك كذا تمام ده ده حاجة مهمة جدا الرسول السلام كان عايش في بيوتهم الطين البيوت الطين دي ليها ميزة كواسة جدا وحاجات طيبة وناس بانت بيها البيوت والعمارة الطينية وكل الكلام دوت بس بشو معنى كده ان احنا ننسيبوا الاسلام لانهم كانوا بيبنوا كده ايه بقى العمارة الاسلامية العمارة الاسلامية بتاقسم حاجة ترى جدا بس خلينا نخد الجزء بتاع رسول السلام العمارة في العهد دي رسول السلام كانت بسيطة جدا هو لما جاي يبني قال له هنبني له حاجة قوية وتعيش بوتالة دور وقال لهم لأ انا عايز عريشهم كعريشة موسى لو ما قف الجريد ياخد فلاصة حاجة تكون منخفضة مكونش عالية وكان عندهم امكانية ان هن يبنوا حاجات عالية وان هن يبنوا باستخر وحاجات زي كده زي ما بين القراءة ده بنت بس هو كان عايز يعرفهم ان الدين الاسلامي دين بسيط انا مرة كنت بتكلم مع مع احد الناس وكان مسيح وكلمت بس كلمتين سبحان الله اسلام من عند ربنا مش من عندنا هو مجرد بس شاف البساطة بتاعت الاسلام وشاف ان الناس عندها بساطة وان دين اسلامي دين بسيط فعجبوا الموضوع الرحمة اسلام ايه تاني تعمل في العمارة الاسلامية في حكي تلك جدا بس نركز على هذا رسول السلام بدأ يحفر عمل طرق معينة على شكل شجرة مثلا ما كانش موجودة في المدينة هو اللي عملها بدأ يبني سوق موجود في المدينة بدأ سوق بانيكولازي لانهم ما بدأوا يغلصوا على المصابين ويخلوهمش يبيعوه هناك وهكذا ففي حاجات تعملت بس انت تنسب ما تقولش لا ده العمارة الطينية هي العمارة تحت رسول السلام عاستي انت تسوقها يعني انا عايز تسوقش الفكرة احسان فتحي وانسبها رسول السلام لا رسول السلام ما جايش لم يبعص رحمة للعالمين ما بعص ان احنا نبني بيوت بالشكل دوت هي للاسف انا بس مش عايز حد يتوم مني الفكرة كلها ان احنا نفرق بين الحاجة الصح والحاجة اللي رسول السلام جايبيها وهي الدعوة للإسلام وفيه طبعا طب نبأ وفيه طبعا طب كذا بس في بعض الناس بتستهبل بحيث ان هو يبيع لك حاجة وتلاقي بص تحت الوصف بتاع الفيديو بتاعه هتلاقي مش حتى اي رابط خالص هو بقى يحط لك ايه اشتري العسل دوت وتلاقي سعره خمس اضعاف السعر اللي موجود في السوق اشتري المنابس ديت وتلاقيها قدل في سوق خمسة مرات بس ده ده اغسوها سلام فهنشتريها في واحد دخل على حده الخلفاء وقال له ده الخف بتاع رسول السلام فالخليفة رح باخده ورح حطه على راسه وباسه ورح ميدي له فلوس وماشي وبعده مش قال له اما انا عارف ان الراجل ده كذاب وان رسول السلام عمره مشاف الخف ده واخفوا الخف ده من قدامي قال له اما انا عملت كده ايه لما عشان الراجل ده هيقول ان انا دخلت على الخليفة هو ما بيحبش رسول السلام فعملت كده عساس ايه الناس تقول ان انا يعني محبة وبشكرة بس انا عارف ان الراجل ده كدب انا لو منه امسيك واتدي له بالجزمة بالخف ده ده عشان يبطل ينسب على الناس في ناس كتير بتنسب باسم الدين باسم الفرعنة باسم العلم باسم زي جهاز الكفتة بان جهاز الكفتة كان بيسوا بي باسم العلم وباسم ان هو طب نبوي ومقولوش علاقة بالعلم ولا علاقة بالتب النبوي بس هو مجرد تكسب فلوس وكسب مصالح وكسب مكسب دنياوية فخلينا احنا نبدأ نفكر في الحاجة ونعرأ اسلامنا جميل جدا واسلامنا كل حاجة كويسة بس ما نخليش حد يضحك علينا ويبعلينا الوهم ويدحك الناس علينا